اشتركوا في القناة وبطلها احلام مستغالمي وسيني الاعرج بعد اعلان صاحبة ذاكرة الجسد عن خطوتي ترجمت روايتها الى العبرية وبوساطة من صاحب اصابع لوليتا لكن احد لم يتوقع تطور الامور بين الكاتبين حيث خرج وسيني الاعرج عن صمته وفتح النار على مستغالمي متهما اياها بمحاولة توريطه كما جاء على صفحة حسابه الخاص بالفيسبوك في رسالة مطولة تسأل في وسيني عن جدوى اقحامه في موضوع لا علاقة له به انضموا الينا الى فلاطو الثقافة في اسبوع الصحفي فيسل شباني رئيس القسم الثقافي بيومية الفجر اهلا وسهلا بك اهلا عمر طبعا في انتظار التحاق الزميلة اسيا شلابي فيسل ماذا حدث بالضغط بين وسيني الاعرج واحلام صغالمي وانت كنت تطرقت الى هذا الموضوع البداية كانت بمقال للناقد والصحف المصري محمود الغيطاني الذي كتب حول ترجمة رواية ذاكرة الجسد لاحلام صغالمي الى اللغة العبرية ومنه بدأ الخلاف احلام صغالمي قامت بنشر رسالة للمترجمة الاسرائيلية على صفحتها وهنا وقبل ذلك كانت الزميلة اسيا الشلابي من جريدة شروق نشرت توضيحا وتصريحا للرواية الجزائري وسيني الاعرج ينفي فيه ظلوعه في الوساطة حول ترجمة رواية احلام صغالمي الى العبرية وهنا تطور الخلاف مؤخرا قبل يوم امس نعم نشر الرسالة مطولة للرواية الجزائري وسيني العرج رد فيها على احلام صغالمي وقال كان الاشدر على احلام صغالمي ان ترد على محمود الغيطاني ولا تستعمله كوسيلة لصعود على اكتافه هي لم ترد على محمود الغيطاني في اتصال مع الشروق قالت من يكون محمود الغيطاني حتى ارد عليه وربما هي ردت على وسين الارج لان القامة ربما متساوية في رأيك فيصل ان تترجم اعمال الى العبرية هل هذا تطبيع مع الكيان صهيوني؟ لا ليس انا لا اعتبره تطبيعا اللغة العبرية شيعادي وانما انا ضد ضد يعني ان يتعامل كاتب جزائري مع دار نشر اسرائيلية هنا هذا تطبيع اما مسألة اللغة اللغة شيعادي لا اعتبرنا لست ضد الامر مهم جدا يكون المثقف مشوش في الساحة الثقافية الجزائرية والعربية احلام صغالمي احدث التشويش على مدى ربما اكثر من شهرين هي حاضرة في اقلامكم وحاضرة في في لساننا ده هو مشكلتها منذ شهرين هو هذا الداقت الادة بالمصر محمود الغيطاني اضاف لها اضاف لها واضاف لنفسه هي غنية عن كل تعريف ولكن محمود الغيطاني خاصة مسألة الترجمة الى العبرية حتى وصل الامر الى انها دخلت في خلاف مع وسين العرج اظن ان محمود الغيطاني وصل الى مبتغاه هناك من يقول بان مؤامرة وسين العرج قال هناك مؤامرة تحاكو ضد احلام ضد وسين العرج لاوسين العرج هو قال ان المحيط الادبي والاعلامي بصفة غصة هناك غير وهناك حسد خاصة لما كتاب يصلون الى العامل وينلون هذه الشهرة الكبيرة من حيث القراء ومن حيث نسبة مبيعات الكتب والروايات هنا وصل الامر هو هذا ما قاله في الرسالة قال لها يجب ان لا تلتفت الى صغرية الامر حتى وصلنا وصلوا الى هذا العداء الى اصدر طبعا نقض دائما في مجال الادب وفي الكتاب الذين يصنعون تشويشا مثل الكاتب كمال داود الذي قرر الانسحاب من النقاش العام ومن الصحافة خاصة بعدما اتهمته مجموعة من الجمعين في الغرب بانه يغذي في اقواله العداء للإسلام قال داود نقلا عن فرانس بريس الامر يشبه ان تطلب مجموعة من الجزائرين من مفكر ايطالي ان يكفى عن الكتاب عن هذا البلد من العبارة التي قالها داود والتي اثرت مجموعة مجموعة الاكاديميين الغربيين الجنس هو المأساة الاكبر في عالم المسلمين حيث تتعرض المرأة للقتل والحجاب والحبس او الامتلاك رأى الاكاديميون الغربيون ان هذه الاقوال تغذي الاحكام المسبقة السائدة في الغرب عن المسلمين فيصل الاتهام هذه المرة لم يأتي من العرب ولكنه جاء من الغرب لكمال داود جاء من الغرب ولكن بأياد عربي كيف؟ كيف لانه حسب الاصداء وحسب الكلام الذي يضر في الكواليس السعودية هي من تقف وراء هذه الحملة ضد كامل داود بسبب تكلومه عن دواعش عن الاسلام عن اللغة وانا ضد فكرة كامل داود ان يسحب من عالم الصحة فالممكن لم يتحمل الضغط ولكن هذا الشيء عادي لا ترى فيصل لا ترى ان مثل هذه التصريحات يساهم في المصطلح الاسلام المفوبي الذي يصنعه الغرب تجاه الاسلام المسلمين لا هو هذا كلام كلام لهذا المثقفين مجموعة التسعطاش التي وقعت البيان ضد كامل داود ولكن انا انظر الى هذا البيان من الناحية الايجابية هذا البيان سيخدم كامل داود اكثر مما يضر الى موضوع اخر تثمينا للاداء الفكري والعلمي اعطيت اليوم اعطيت امس بقصر الثقافة مفدي زكريا اشرت انطلاق البوابة الالكترونية للمكتبات الجزائرية لتدخل بذلك الجزائر عالم الرقمانة الدولية وتسجل اسمها كتاسع بوابة في شبكة البوابات المكتبية العربية التي تشرف عليها جامعة الملك عبد العزيز العامة ومركز الفهرس العربي الموحد بالمملكة العربية السعودية في عديد الدول على غرار السودان الاردون المغرب واخرها الكويت عندما بلغت بلغ الفهرس العربي الموحد او لنسميها من الان الشبكة العربية بلغت هذا الحد من المصادر والمراجع والمخطوطات الموجودة فيها ورسائل هذا سيسهل علينا عملية التأكد باستعمال الان برمجيات تستطيع ان تكشف المغشوش او المسروق او المقتبس وكما تعرفون في الحرف اللاتيني العملية الان متحكمون فيها متحكمون فيها بشرط ان تكون الكتب موجودة في الشبكة هناك هيئة ترتب الدول من حيث السريقات العلمية نحن لا نظهر في هذا الترتيب لحسن الحق لقلة ربما لقلة المسروقين او لانه ما سريق غير موجود في الشبكة الوزير يتحدث عن هذه البوابة مهمة جدا في الجامعة الجزائرية الاقل لكن احنا كانت المشروع في 2006 بدأ الان 2016 بعد 20 سنة هو الوزير عزدي ميهوب هذا مشروع لما كان مدير بالمكتب الوطنية كان تحدث مطولا عن مشروع رقم نت ورقم نت المكتب الجزائري هو المشروع الان مع وزير معربين وزير الثقاف عزدي ميهوب ووزير تعليم العلي حجار الحق مؤسسة ثقافية باخرى لتشابه نشاطهما بات امرا محققا خاصة في ذل سياسة التقشف او ترشيد النفقات التي تتبعها الحكومة بهدف تسيرها باقل تكلفة حيث عرفت بعض المؤسسات الثقافية عملية الدمج ومنها الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي التي ألحقت بديوان رياض الفتح وهو الأمر كذلك بنسبة الأوركستر الوطنية التي ألحقت في خطوة غريبة بأوبرا الجزائر المقرر تسلمها قريبا بالإضافة إلى مؤسسات ثقافية أخرى ستعرف عملية الدمج والإلحاق ليبقى التساؤل القائم حول من سيطة رأسه المنصب الجديد إشعاع الثقافي ما وصلنا مداما فيه شيء رسمي لا نستطيع نتكلم على هذا الموضوع ممكن الموضوع يناقش على أعلى مستوى لأسباب أكيد اقتصادية ولكن مطمئنين أن القرار سيكون مدرس وحكيم وسيكون في مصلحة المؤسسات التي سيتم إدماجها فيصل هذا الدمج مؤخرا هل هو رجع إلى التقشف لا التقشف ولكنه سيسي لكثير من المؤسسات سيساهم في تراجعها حسب وجهة نظري خصوصا السينيماتيك بحاجة إلى إعادة روح إليها لا يمكن أن نلحقها بالمركز الوطني للسينما والسمع البصاري هو أصلا مركز ميت في عوض أن نحي السينيماتيك نبعثها إلى مركز سيساهم في سباتها أكثر ومن سيكون المدير بين وكال الجزائي لشعال ثقافي وديوان رياض الفتح أنا لما كتبت المقال تركت على من سيترأس من سيترأس ديوان وطني للياض الفتح نعم رفعوا على مسامين أذنوا صلاة المغرب بالجزائي العاصمة وذوحية تقبل الله صلاة الجميع تنضموا إلينا في البلاطو السيدة شوماني أسيا شلبي مرحبا بك رئيسة قسم الثقافي في الشرق اليومي نبدأ من حيث بدأت مع فيصل ليس بين أسيا شلبي ولكن بين أحلام استغاني وسيني الأعراج الجدل تقول بأن وسيني هو الذي توسط لها وسيني قال لم أتوسط لها وأنت قمت بما قال مع وسيني الأعراج ماذا حدث بالضبط أسيا في بداية الأمر كان أول تصريح صدر على بقلم عفوا بقلم صحفي مصري أتحفظ على لا أذكر اسمه نعم وهذا الصحفي كان سبق يعني يقاد حملة يعني أولى ضد الرواية أحلى مستغان ماذا نقول حملة خلينا نقول نقد يعني نحطه نصنفه في خانة النقد أنه هي كاتبة مراهقات أنه كتاباتها لا ترتقي للرواية وطبعا هو الرأي الذي شاطره أيضا يعني كتاب وروائيون جزائريون أيضا أمثال من أمثال من أسماء أعطينا أمثال 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 مثلا نعم وغيره كثير حمدي فاطمة أيضا كانت في تريمسان على هامش معرض أو وحدة تقافي قالت نفس الشيء معرضك معرض الوطني الكتاب نعم فكان فيه تفاعل بين ما كتب هذا الصحف المصري وبين بعض الروائيين الجزائريين الذين ربما كانوا يكبتون هذا الفكرة نعم وبعد هذه المرحلة قلنا أن ربما هو مقال صحفي وعطي أكثر من حجمه حتى أن وزير التقاف أيضا تدخل ودفع عن أحلام وهو ما أعب عليه أيضا كتاب آخرون وصحفيون يعني يبقى هو وزير وهي روائية والجد المهم قلت الفيصل بأنه مهم أن يكون متقف مشوش طبعا ونحن استفدنا كثيرا أكيد لأنه الركود يا رمي الحجر في المياه الراكدة أحيانا مفيد جدا لنا كصحفيين لأنه هذا التفاعل وإعادة الكاتب أو روائي إلى المشهد بطريقة وبأخرى فيصل يرى ذلك الناقد بأنه مهم جدا في الساحة الأدبية وأن ما قاله معه الحق أليس كذلك من حق أي صحفي من حق أي نقد ليس هناك كاتب أو آدي فوق النقد الكل فوق النقد هو كتب مقال والآن حقق مبتغه شوف المشكلة القائمة الآن ضد الفلاح نعم لكن فقط أنا أحترم رأي الزميل فيصل ولكن ربما السؤال مطروح زميلي عمر لماذا في هذا التوقيت بدات هل كتبت أحلى مستغان من ثلاثية يعني في هذه السنة هل كتبت نسيان هو الحق شهرة بالتبعية حقق شهرة بالتبعية والله يشوف نحن كسحفي لا ندفع عن أحد ولا نأخذ موقف من أحد ولا نتعاطف مع أحد وكما قال لا يوجد أحد فوق النقد يعني مهما كان ولكن ربما الجدل أنه نحن يعني هذا الروائيون الجزائريون لماذا لم يتحدثوا سابقا لماذا لم ينتقدوا أحلى مستغان في وقتها لماذا عادة قراءة الرواية أو قراءة الكتاب مباشرة بعد الصدور وليس عشر أو خمستان هل ستترجم الرواية إلى العبرية نعم نعم تطرقنا كذلك إلى انسحاب كمال داود من المشهد الإعلامي كيف تصفين ذلك قال هو هذه المرة قلت الفيصل بأن النقد لم يأتي من العرب ولكنه جاء من الغرب ربما أنا شخصيا تعرفت على كمال داود من خلال كوتيديان دورو وبالتالي أعرف جيدا يعني ما يكتب ما هي إيديولوجيته ما هي أفكاره وماذا يريد أن يوصل فريداري كانت روايته وبنسبة لي اللحظة يعني التي أطارت البلبلة وأيضا إنسحاب ربما هو أمر شخصي نعم إلى الفن السابع حيث يقام في هذه الأثناء حفل توزيع جواء السيزار العريقة والتي تعد بمثابة الأوسكار الفرنسية وكانت المفجأة هذا العام في طرح اسم سوريا زروال لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم فاطمة تجد نفسها اليوم في مواجهة اسمين من كبار نجوم التمثيل الفرنسي وهما النجمتين كاترين دونوف وإيزابيل أوبير والمغربية كذلك لبناء أبيذار وهذه بعض لقطات الفيلم الفرنسي فاطمة التي أدت فيه زروال دورة البطولة أسيا أول محجبة تدخل لمسابقة السيزار هل تعتقد بأن وجهة التحكم ستنصفها؟ هي محجبة في الجهة المقابلة هناك جيهان عفوا لبناء أبيذار المغربية التي أدت الدور في زين اللي فيك محجبة وزين اللي فيك والجدل اليوم بدأت صدر تقرير أمريكي يقول أن الحجاب عنده دلالة سلبية مهما كانت شخصية من ترتدي الحجاب إحاء سلبي في أي مجتمع أوروبي ربما بعد فوز الأردنية في برنامج The Voice الآن لا نستبعد لا أظن أن فيصل لك اللجة التحكمة غربية وليس عربية The Voice أنا على العكس أكيد كل لجنة التحكمة الغربية تعرف بليل معي رح تكون فنية ممكن تدخل بعض المعطيات وبعض الأمور السياسية ولكن إن كانت تستحق سيزار ستناله نعم في السينما دائما أو إلى موضوع آخر اقتربت رقصة بربس السعودية من الوصول إلى العالمية أو قد تكون وقد وصلت إليها بالفعل خاصة وبعد أن حقق الفيديو الخاص بها والذي نشره ماجد العيسي على اليوتيوب أكثر من أربعة ملايين مشاهدة في أقل من عشرين يوما قبل الحديث عن بربس ذيب بعد غد الأحد في الأوسكار هل يمكن أن يعوي الذيب هناك فبقى البساط الأحمر فهو الآن يعرض في قاعد سينماتيك بالجزائر حسنا في إطار أيام الفيلم الأردني بالجزائر الفيلم الذي عرض في مهرجان وهران دولي الفيلم العربي وخارج خايل صحيح يعني لأنه لم يتوج في وهران وتوجه بعد ذلك في عدة مهرجانات كل لجنة التحكم عندها مقاييس مؤخرا في لندن نعم إن شاء الله أغنية بربس هذه في 2012 كانت غان غام ستايل 2011 بربس أعتقد أنها قطعت طريقة الواي واي الجزائرية هذه الظواهر فنية ممكن بين الآن والآخر تظهر فيديوهات الظواهر تحقق هذا النسب العالية من المشاهدة والشهرة أسيا بين بربس والواي واي السعودية والجزائر بربس والواي واي لأنه بربس تقعد أنه هي رقصة تقليدية ربما هما تغريف من التراث المحلي السعودي أكيد هما يعلمك خطوات الرقصة التقليدية وبالتالي يعني ما ليش أمر إيجابي مقارنة مع ما ذكرته أسيا شئلة برئيس قسم الثقافي بشرق اليوم شكرا جزيلا لك لا عفو شكرا فيصل شباني رئيس قسم الثقافي بيومي تلفتر شكرا جزيلا لك شكرا أمر نهاية المساة مشاهدنا كرام غدا في حول اليوم الجديد إلى اللقاء شكرا لك